ساعات أحس إن إحنا، إحنا المصريين، المواطنين العديد، عاملين زي اللي عنده فلوس كتير، فمش حاسس بيها، فمن كتر الأثار والحضارة اللي موجودة عندي، اتعاملنا معها لسنين باستهانة. هي جات نتيجة تقرير ماتيا يوسف في، يعني حضرتك أول مبارح كان السيد رئيس الوزراء في يوم واحد، في ساعتين، كان أول ما بدأ الزيارة بصور مجرى العيون، المأخذ، وبالمناسبة كل المشاهدين حضرتك هو مفتوح لمدة أسبوع مجانا، يعني تنصروا حصور مجرى العيون، اللي بعتبروها رمالعمر الإسلاميين، موضوع مسهل، عشان تطلع تجيب ميا من النيل توصلها لغاية القلعة، أعتقد لو شفناها في الواقع هتبقى الفكرة يعني جبرة جدا، وبعد كده راح كنيسة من القرن الرابع والخامس اللي هي كنيسة معلقة، ثم جلنا بعد كده راح لبوابة عمر البوابة اللي دخل منها سيدنا عمر بن العاص، ثم حصن بابليون اللي هو بيمتد من العصر الفرعوني والعصر اليونان الروماني، ورح معبد عزرة من الفضر اليهودية قرن 12، فدخل حضرتك في ساعتين في مكان واحد، عندنا يعني معبد يهودي وكنيسة، وعندنا حصن روماني، وعندنا بوابة إسلامي، وعندنا معبد حاجة معمارية، هندسية، أعتقد دي مش موجودة في أي مكان في الدنيا، وأي حد هيقول يعني عندي، النهار ده كل وسائل إعلام يوسف فيب تتكلم عن عطر اسمو عطر الخلوط، كل وسائل إعلام، يعني إيه أناب عطر يملأ المكان برائحة فوحة جداً وعمره كل ده؟ هي مرضاعة وملأهم أحد الأواني، طبعاً هم أخذوها من زمان من قبل القوانين وقبل كده، لقوا مرضاعة الملك أم من حطب التاني، اللي هو ابن حطمس التالت اللي هو بيسموه كده يعني سيد المحاربين، فالنعكس الاقتصادي بينقلب على الطحنيت، يعني كل مكانات حطك الاقتصادية كبلد وكإنسان جيدة، طحنتك ببقى جيد، فإحنا بنتكلم عن 3500 سنة، ناس ألمان مع المتحف الدنمارك بدأوا يعملهم أبحاث ودرسات وبدأوا يأخذوا بعض الأجزاء، لقوا بعض المواد جاية من جنوب شرق آسيا، إيه اللي حصل؟ ما حدش عارف، من لبنان، إيه اللي حصل برضو لبنان يمكن قريبة شوية سالة شوية، أه، لقوا بعض حاجات من الصنوبر، لقوا البلوت، لقوا بعض الأشجار مؤكد جاية من جنوب شرق آسيا، لقوا الفلفل والفلفل، إحنا عندنا مش بيزرعوا لحبوبة الفلفل دي، لقوا بعض المواد غريبة جداً وزيدة في سمورة تنج وموال كبير، بدأوا الناس بقى شوف بقى حضرتك أنت بتتكلم عن نقطة مهمة فأقول لها الحلقة، الاستثمار بقى، الماركتنج، بدأوا يحاولوا يخلقوا من ريحة، يعني يطلعوا من ريحة، بحيث السواحي اللي إن شاء الله هيزوروا متحف في الدنمارك، هيشمموا مريحة بقى لها 3500 سنة، ادفع بقى، فهي فكرة، فإحنا عندنا مشكلة في الماركتنج، الدولة دلوقتي من 2017 بدأت تاخد على عاطقة هي الاستثمار الثقافي، إحنا عندنا كنز، ولكن ما بنستغلوش، فالدولة بدأت تاخد هذا الكنز ويمكن أقراض لع ذلك أن يمكن أسبوعياً أو كل شهر عندنا اجتماع مهم جداً جداً وكم من أسبوعين، السيد الرئيس، رئيس الوزراء، محافظة القاهرة، الناس المختصة بالبناء والتعمير خاصة بهذا الموضوع، فالدولة خدت على عاطقة عدة مشاريع يا يوسف أنا وأعتقد إن شاء الله في حالة انتهاءها، هتغير وجه السياحة مش في مصر لكن يعني في العالم كله، عندنا مصار العائلة المقدسة اللي خلصنا بالنسبة كبيرة جداً، عندنا منطقة سنتي كاترين بيحصل فيها تطور يعني لأن سنتي كاترين دي حالة خاصة، كل أنواع السياحة موجودة فيها، من السياحة الروحية بس دفاعة روحية وبقية والسشفائية، ويعني كل اللي حايت سؤوله وعشاب ولمكان في حد ذاته هناك، وقد كفين اسمه واضي الراحة يعني، بجينا بصراحة السيد رئيس السادة وله عاشقينه، عندنا كمان مشروع مهم جداً اللي هو مظار ألا البيت، اللي الدولة حين عندنا دلوقت بدأنا يعني هنا ما جينا في تتح جامعة الزهر بي برس، شفنا ناس من أسباكستان، مين دون؟ وجيين يدوروا عليه، جينا دورتهم لتاريخهم والله، يعني المماليك دون رغم أنه هم تربهم وقعدوا في هذا البلد، لكن هم جي من هذه المناطب، فالدولة دلوقتي بدأت تفكر تفك جيد، وكان حضور السيد الرئيس فتاح مسجد سيدنا فيسا مع رئيس أو ملك سلطان البهر، رسالة مهمة جداً، إحنا مش بنرمم أثارنا أو تم بيها على أسس عقائدية أو دينية أو إحنا بنعب سياحة، صناعة السياحة ده مقاررة تلعب سياحة لازم تقبلها صح، فالدولة دلوقتي كمان مشروع القاهرة التاريخية اللي حضرتك هنشر لنهارده، أبقى تبر مشروع مذهل، لأن القاهرة قد توصلت لمرحلة يعني بلوف قرنط، قد توصلت لمرحلة خلاص بقت عاملة زي التوب، يعني متهرق لدرجة فزاعة جداً جداً، رغم بعض الاعتراضات من بعض الناس، لكن أنا شايف الدولة دلوقتي بتعمل مجموعة من الخطوات، اللي اسمها قرارات جاية أونتايم، وكلها أونتايم طبعاً هيحصل الهجوم أكيد، كل مشروع فيه ناس اسموه مع وجيز الفرح، ويعني أنت كنت فيه من الجبانات وكنت فيه من القاهرة، قاهرة مشروع معمولها من سنة ستة وتسعين، تخيل حضرتك، إيه اللي عملنا في القاهرة؟ شوية جبنا عند جامع الحاكم أمر الله، والتدار المعز، كلها في القاهرة غير إيه، المعز ومجمع ومنطقة مجمع الأديان، فقط اللي عندها جامع أمر، طب فين باقي المناطق؟ لا، أنا عندي الوقتي الضربة الأحمر، مشروع مهم جداً، عندي مشروع اسم البقيع الثاني اللي هو يعني اللي فيه السيدة رقاية، يعني نقول السيدة رقاية والسيدة سكينة والسيدة زينب وزين العابدين، وابن سيرين اللي ما حدش يخب باله منه اللي هو ابن سيرين اللي هي أخت السيدة إمارية القبطية زوجة سيدنا محمد، وابن حسن بن سابت اللي شعر الرسول، تريد يعني، فبالتالي إحنا داخلين عن نوع من السياحة جديد بكل أنواع سواء في سنتي كاترين أو في مصارع المقدسة أو في منطقة اللي أمزار ألالبيت أو البقيع الثاني داخلين في مشروع مهم جداً، نتمنى أن هذا الحلم ينتقل للإسكندرية، ينتقل لأسوان، ينتقل للمينيا، المينيا دي يوسف فيه أكسم بالله إذا عيد سياغتها وتشكيلها وإنك في ماتحب يتم، مش عارف الإعلام بتكلمش عنه ليه، المينيا ده في أهناسيا يا فنم، عشر تلاف شهادة رسول الله، خمس ت أهلاف واحد مدفونين في مكان، منهم سبعين شهادوا بدر، أي حدوتة، وأي حدوتة؟